ينضم لنا الآن من مكة المكرمة مرسلنا علي الشريف علي أهلا بك نتابع معاك الأجواب في آخر أيام الحج في هذا الموسم الاستثنائي لموسم الحج نعم داليا بالفعل اليوم هو آخر يوم لمناسك الحج وآخر يوم كذلك للحجاج في ثالث أيام التشريق بعد أن أرموا الجمرات والآن يتوجهون إلى المسجد الحرام لأداء طواف الوداع كما تشاهدون في الصورة من خلفي هناك حشود كبيرة من الحجاج الذين يتوافدون والمشهد من حوله يوحي بكثير من الانسيابية والحركة المنظمة لدخول الحجاج وخروجهم أيضا المنطقة المركزية الواقعة قريبة من الحرم المكي تشهد كثافة وحركة بيع وشراء لهؤلاء الحجاج الذين قد أنهوا مناسكهم خطة سير هؤلاء الحجاج تنقسم إلى قسمين منهم من يذهب إلى المدينة المنورة للصلاة في المسجد النبوي والسلام على قبر الرسول صلى الله عليه وسلم والجزء الآخر يتجهون إلى بلدانهم أيضا الجهات الخدمية كانت قد عملت على خطة لتفويج الحجاج من مكة المكرمة إلى المطار بشكل منظم كذلك هناك تجهيزات وممرات مخصصة وصالات تم تخصيصها للحجاج في مطار الميك عبد العزيز أيضا هناك أهابت وزارة الحج والعمرة بضرورة التأكد من جدولة رحلات الحجاج وتأكد من مغادرتهم بشكل انسيابي أيضا شددت على ضرورة عدم ذهاب الحجاج إلى المطار دون أن يكون هناك حج مسبق أيضا وزارة الصحة كانت قد أعلنت عن نجاح خطتها التشغيلية وكذلك نجاح الموسم بدون تسجيل أي عدوى فيروسية أمير منطقة مكة المكرمة نوها بهذا النجاح الكبير وشدد على أن المملكة العربية السعودية ترتكز على خبرات كبيرة في تنظيم الحج نعم داليا شكرا لكم رسول العلي الشريف كان معنا من مكة المكرمة